السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت أجلت اللجنة المالية البرلمانية مناقشة الوثقة الحكومية للإصلاح التي كان مكررا مناقشتها في اجتماع اليوم لتناقش في اجتماعات قادمة تسبق مناقشتها في قاعة عبدالله السالم الشهر القادم كما أجلت لجنة مناقشة زيادة رسوم الكهرباء والماء بسبب عدم تقديم الحكومة مشروعها الخاصة في هذا الشأن اللجنة أوصت أيضا برفض مشروع الحكومة بزيادة رسوم الخدمات اتساقا مع رأي اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بوجود شبهة دستورية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برفض مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات وذلك اتساقا مع رأي اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بوجود شبهة دستورية وفيما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية التي كان من المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشتها اليوم أفاد رئيس اللجنة النائب فيصل الشيع بأن اللجنة لم تنتهي من دراسة الموضوع كما لم يصل من الحكومة مشروعها في شأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء ما أدى إلى تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة إلى ذلك قال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية سعود الحريجي أن اللجنة بحثت بحضور وزير المواصلات وزير الدولة الشؤون البلدية عيسى الكندري موضوع العقوبات بقانون البلدية بشأن مخالفات البناء في السكن الخاص هناك بعض الإجراءات أو فيما يخص مثلا قطع الكهرباء والماء عن المخالف دون أن يصدر حكم محكمة لا شك أن هذا الأمر وأنا أتكلم بصفة مغرر اللجنة وبصفة الشخصية أنه مرفوض رفضا قاطعا من جانبه أعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عشور أن اللجنة بصدد تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحيث يحق للزوجة الكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتية أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت الشيء الجيد أنا أعتقد الآن إن شاء الله في الأيام القادمة بصدد تغيير جزء من اللائحة بحيث تحق للزوجة الكويتية التي قدمت طلب مع الزوجها الكويتي في حين تقديم هذا الطلب ممكن تكون الوثيقة مسجلة باسمها وكذلك باسم الزوج وبالتالي في حالة حصول أي شيء مشكلة بين الزوج والزوجة تظل حقها بالسكن محفوظ من جهتها ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية وقال رئيس اللجنة النائب سيد عدنان عبدالصمد أنه رغم إعطاء الإدارة الجديدة لنقطة الارتباط في العام الماضي فرصة لتسويت ملاحظات ديوان المحاسبة فأن وطيرة تسويب تلك الملاحظات ما زالت بطيئة جدا ترجمة نانسي قنقر